حق المسؤول أنه يتابع شغل مرؤسي أو موظفي ومن حق المسؤول أن يتعامل بالقانون ضد أي تقصير ولكن ليس من حق المسؤول أن يتجاوز القانون مع موظفي أو مرؤسي نتحدث عن هذا الموضوع لما حدث اليوم من محافظ سهاج أثناء تفقده إحدى مستشفيات محافظة سهاج وكانت هناك واقعة انتشرت على السوشيال ميديا وانتشرت في الأخبار بعنوان معندكيش ضمير اللي حصل النهاردة بالضبط في محافظة سهاج أو في إحدى مستشفيات محافظة سهاج كالتالي الواعد فتح سراج محافظة سهاج الجديد خلال جولة مفاجأة في مستشفى المراغة والمراغة هو أحد المراكز التابعة لمحافظة سهاج عنفها وتكلم مع أحدى الطبيبات بعنف اللي رفضها الكشف على طفل مريض ليه؟ لأن أبو الطفل ده ما كانش معاه تذكرة وجه المحافظ زي ما هنشوف في الفيديو كلامه للطبيبة وقال لها أنت قاعد على مكتبك تعملي إيه؟ معندكيش ضمير مفيش إحساس مش بتكشفي عليهم ليه؟ ردت الدكتورة وقالت له أن والد الطفل معهوش تذكرة راح المحافظ موجه فورا بالدخول الطفل أو الأطفال مع أسرهم وحول الطبيبة ومدير المستشفى المناوب للتحيي وأقال محافظ سهاج مدير مستشفى المراغة والمدير المناوب هنا بقى جزء داري لتردي الأوضاع عدم وجود أطباء سوق مستوى نظافة ده كلام بعيد عن الواقعة ده كلام نتكلم فيه مية مية لكن احنا النهاردة بنتكلم عن هذه الواقعة أنا عايز برضو وإحنا بنحلل هذه الواقعة لأن ليها تطورات وليها تبعات أثناء اليوم تعالوا نسمع تعالوا بقى نسمع سمعونا يا جماعة من فضلكم زميلنا في الكنترول اللي قالوا سيادة المحافظة النهاردة في الطبيبة دي الوقعة اللي حصلت النهاردة في طبيبة أو مع الطبيبة في مستشفى المراغة المحافظ والطبيبة هم عنوان هذه الواقعة خليني أأكد لحضراتكم مرة تاني جميل جدا ورائع ومطلوب من كل محافظ في كل محافظات مصر وكل وزير في كل وزارات مصر أن يتابع العمل في كل من هو تابع لي وجميل الزيارات الميدانية المفاجأة ياريت تبقى بصفة أسبوعية بس أيام مش معروفة من كل المسئولين ده مطلوب وإحنا كمواطنين عايزين ده وبنرحب به ما تبقاش تحت مبدأ الغربال الجديد له شدة ولكن الوقفة هنا والحديث هنا عن طريقة التعامل مع الوقع